عقد وزير الزراعة والري وثروة السماكية اللواء سالم السقطري بمقر الهيئة العامة للمصائد السماكية بالبحر العربي بالمكلة اجتماعا ضم مدير الإدارات وموظفي الهيئة والعملين فيها وبحث الوزير السقطري عددا من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وسبول تذليلها كما ناقش اللقاء الخطة المتعلقة بتعزيز دور القطاع السماكي في تحسين الأمن الغذائي وخطة ورؤية الهيئة المستقبلية وما تتضمنها من مشاريع تنموية وخدمية للنهوض بالقطاع السماكي وتطويره